اشتركوا في القناة حكم الاستغفار بنية الرزق او الشفاء او كذا يعني يستغفر الله كثيرا يبغى رزق فتقول هل هذا نوع من طلب الدنيا بدعاء الاخر هل هو محذور طيب السؤال له شقان الشقة الاول الاستغفار لتحصيل مقاصد معينة كثير من الناس توسعوا في هذا الجام تجد اني انا استغفر بنية الزواج استغفر بنية الرزق استغفر بنية النجاح تجاوز وظيفة معينة او عقبة معينة هذا لم يرد في مثل هذه الامور اي تحديد نوع العمل الذي من اجله تستغفر تنوي تستغفر لتتزوج يستغفر وينوي بالاستغفار تحقيق امر خاص هذا لم يرد لكن الوارد هو الاستغفار على وجه العموم لجلب الخير ودفع الشر فهذا لا بأس به ولا حرج هذا من ناحية النية هل اذا نوى نية دنيوية بعمل صالح يكون بذلك غير مخلص الجواب لا لان هناك تفريق بين امرين بين الشرك الذي هو صرف العمل لغير الله وبين التشريك في النية وهو ان يجمع بما جاء به الشرع من الاعمال نيتين نية التعبد لله تعالى وما اذن له في قصده فمثلا فيما رواه البخاري ومسلم الحديثة انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأله في اثره هذان مكسباني دنيويان البسطة رزق السعة وانسأل الاثر اما اطالة العمر او طيب الذكر بعد الموت على معنايين عند اهل العلم نعم فليصل رحمه انا وصلت رحمي مستحضرا الثواب عند الله تعالى فيما امر به من وصل ما يوصل نعم ومستحضرا ادرك هذه النتيجة التي ذكرت ونص عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا حرج لا حرج اذن قصد ما نص الشارع على انه ثمر من ثمار الاعمال الصالحة وان كان امرا دنيويا لا يعد نقصا جميل لكن قد يحصل نوع من النقص في الاجر لا في الوزر يعني ما يحصل ما يكسب لكن ينقص اجره اذا كان همه امر الدنيا اذا كان همه في عمله امر الدنيا وليس له رغبة في الاخر واذا كان المجاهد اذا خرج يريد الله ورسوله ثم غنم فانه تعجل جزءا من اجره وعمله لله لو قتل لكان شهيدا يثبت له ما يثبت الشهيد من الاجور جميل الحمد لله اذا في ساعة هنا التفريق بين الشرك والتشرك هذا ليس من الشرك اشتركوا في القناة